هستكمل مع حضرتك أستاذ عادل النقطة دي وبعدين نأخذ رأي أستاذ أحمد نقطة لحضرتك كنت تتحدث فيها عن أنه كل اللي بنتكلم فيه ده من عمليات لغسل أدمغة لشرائح عمرية معينة هجوم على دول إلى آخره تحطيم البعض يعني من المشاهير مثلا على صخرة السوشيال ميلي حاجات كتيرة جدا وسلبيات كتيرة جدا يمكن كمان تنقشنا فيها في الفاصل وراها مين يعني حضرتك بدأنا الحديث بأنه يعني ممكن يكون أفراد ممكن يكون مؤسسات وراها مين يعني أنا أقول لحضرتك هو في عام 2013 ما هو موسق أن كان الجهاز المخبرات الأمريكي كان ورا أكبر عملية تنصت على العالم كله باستخدام كل الأدوات التكنولوجية المتاحة من خلال شركات أمريكية ليه حياتنا كلها طبعا يعني مرتبطة بيها حاجة تانية احنا النهاردة التليفون بقى بالنسبة لحضرتك مش أداة اتصال صوتي التليفون ده بريد إلكتروني واتصال صوتي ورسائل واستخدام لوسائل نقل تمام وبرامج عشان طلب أردارات أكل واتصال بسيدليات حياتك على التليفون تمام زاد الموضوع باستخدام اللي بنطلق عليه الويرة بالإلكترونيكس اللي هي الإلكترونيات القابلة لللبس يعني زي الساعة أو النضارة أو بعض الأجهزة الخاصة بالتخصيص أو كلام زي كده فبقت تقريبا أنفسنا مش حياتنا بس موجودة على هذه الشبكات لو حدثت دخلت عشان تعمل إعلان على أي شبكة التواصل الاجتماعي هتلاقي أن أنت بتختاري حاجات على شكلة الفئة الأمرية المستهدفة الجنس يعني رجال أم نساء الدولة الناس اللي تشغل على الإنترنت مثلا ساعات معينة ولا أي حد ناس ليهم تخصص معين مثلا اللي عملين في مجال تكنولوجيا المعلومات ولا اللي عملين في مجال الصحة والطب يعني حضرتك قادرة تختاري الفئة على وجه التحديد ومعنى المعلومات كلها متاحة ودقة ومنقاحة وبالتبعية قادرة وجهة النهاردة ده أنا عايز وده على الفكرة اللي حصل بالزبط في الحالة اللي بلحدك عليها بتاعة كامبرج أنالاتيكا اللي حصلت مع المجتمع الأمريكي لما اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا تدخلت في نتائج الانتخابات ببس معلومات أو محاولة تغيير الرأي العام طبعا القضية الأشهر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر